السلام عليكم رحيم الله ومرحبا يا شباب اليوم بدي اتكلم عن خمسة أمور ضروري تعرفها قبل ما تشتري لعبة ريتيرنا رح تلعب برائدة فضاء اسمه سيلين وهي الرائدة رح تكون عبتتجول بالفضاء الخارجي وفجأة بتسمع نداء استغاسة من كوكب اسمه اتروبوس بتروح الهنيك وبتعلق بيه هذا الكوكب وهون بتبدل مغامرة اتروبوس هو موطن لحضارة قديمة ومتقدمة بنفس الوقت وهذا الشي اللي بيفسر سبب انه الاعداء جدا متطورين بس في مشكلة كبيرة باللعبة رح اذكركم ياها باخر الفيديو الاستيديو اللي ساوي هذا اللعبة اسمه هاوس ماركيو هذا تاريخه 25 سنة كل الالعاب اللي مساويه سابقا هي العاب اندي ما لا العاب تريبل اي وهي اول لعبة تريبل اي بساويه هذا الاستيديو بدعم ضخم من سوني طريقة ختم القصة بتعتمد على تركيب قطع من الاحجية يعني كل ما بتمشي شوي بتلاقي شي بتحطه فوق القصة هيك حتى تختم القصة للنهاية والسبب بهذا الشي قال الكاتب شو عبي فكر سيدرايسي انه لازم يترك مجال لمخيلتك لهيك ما بيعطيك معلومات كبيرة ببداية اللعبة اشهر الالعاب اللي ساواها هادا الاستيديو لعبتين اسمهم ريزوغون ونيكس ماشينا صراحة ما بعرف ولا لعبة من هدول الالعاب ولكن في لعبة عرفتها من صورتها اللي اسمها الينيشين وكمان شغالين كأنه على انجري بيرد ستريولوجي سيلين والكوكب اتروبوس كمان على الانين بدورة زمنية مغلقة يعني كل ما رح تموت بسيلين رح ترجع تعيش وتعيد هاد الشي بياخدنا للنقطة الثانية نمط اللعب بتحسه مزيج من اللعبتين هاديز ونير بلعبة هاديز كل ما بتموت بترجع بتعيش وتقاتل الالعاب جدا هيك حتى تقدر تطور كل قدراتك لتقدر تختم اللعبة بالسحبة واحدة بدون ما تموت ولكن هون مو بس الاعداء اللي رح يتغيروا ولا بس اماكنهم كمان عالم اللعبة رح يتغير بكل مرة بترجع بتعيش فيها عطوا مثال انه مثلنا انت ممكن تفوت على مرحلة تلاقي فيها آثار وفجأة بعد ما تموت بالمرة الثانية رح تلاقيها مغطات بالسلوج بينما نوع الاطلاق هذا الرصاص اللي بيطرقوا عليك الاعداء كتير شبيه بلعبة نير وعلى فكرة هاد الاستيديو معظم الالعاب اللي مساوينا هنين سابقا بيعتمد على هذا النوع من الاطلاق وصراحة هذا رح يخليك تحاول تتفادح دول الطلاقات وتنط وتعمل داج وإيفيد ورح تعمل كل الحركات باعتقد رح يكون الجيم بلاي ممتع لهذا السبب في شغلة كنت خايف منها واللي هو عالم اللعبة ما فيه بيئات متعددة ولكن طلعت غلطان طلع على الاقل في خمس بيئات مختلفة وارجونا بس بيئتين كنت خايف انه اللعبة رح تكون كلها بهذا العالم المظلم البايخ الممئت صراحة ولكن يبدو انه لا اللعبة رح تكون فيه بيئات متعددة كمان فيه تأكيدات من المطورين اللعبة انه ما رح يكون نظام الموت فيه محبيط لانه ممكن هيك العاب مثل هادي صراحة انك يدي خلقك وما تكمله بنسبة للأسلحة في عشر أنواع أساسية من الأسلحة بين رايفلز وشوتقون وأسلحة تاني بس هون فيه نقطة استوقفتني انه كل سلاح له أنماط متعددة بالاطلاق وطريقة التحكم بهدول الأنماط مزهلة فمثلا قالوا إذا كبست الليفتو لتريجر اليساري نص كبسة رح تفعل نمط واحد بينما إذا ضغطوا ضغطة كاملة رح تفعل نمط تاني وخلال اللعب ما بتقدر تحمل غير سلاح واحد ولكن رح تقدر تلاقي أسلحة بعالم اللعبة وضل تبدل بين الأسلحة على كيفك الشغلة الثانية الملفتة للنظر فيه شي اسمه traits traits يعني صفات هاي الصفات رح تغير لك من نوعية الأطلاق تبع سلاحك في عندي مثالين المثال الأول أنك وقت تطلق على عدو وتصيبه رح تترك بركة من الأسيد ورح تعمل له دميج بشكل مستمر الشغلة الثانية أنه هاي الأسلحة اللي بتطلق فيها رح تطلع شي مثل الدرع وإنت تقدر تحتمي وراه واللي فلجني أكتر هو عدد لتريتس الموجودين تسعين تريت وبتقدر تدمج بيناتهم بسلاح واحد هذا الشي رح يعطيك تقريبا احتمالات غير منتهية بتصميم السلاح اللي انت حامله بنجي لها ميكانيكيات اللعب وصراحة تستحق أنه تحصل على فقرة لحالة وهون عندي كم مثال متميزين رح ألكن عليهم اللعبة بتعطيك عدة أدوات منها أداة اسمها كوثونوس شو هذا كوثونوس سيدراسي؟ هذا الجهاز بيعطيك شغلة بشكل عشوائي بكل بداية راوند بتقدر تستخدمها كمان في أداة اسمها سايفن هاي الأداة رح ترجع لك جزء من دمك بعد ما تقتل كل وحش بعالم اللعبة كمان رح تلاقي سندي في يلوت قيمته عالية ولكن في خطر انك إذا فتحت هذا السندوق يصير في ضرر للسترة اللي انت لابسها وبالتالي انت رح تتدمج بشكل مستمر هيك حتى تموت وهون بيجي دور أداة اسمها أوبوليتيز شو بتساوي هاي الأوبوليتيز؟ بتصلح لك السترة أوكي جميل ولكن في الاستخدام مهم آخر شو هو؟ هو يا سيدي انه هاي الأداة تقدر تستخدمها لتعمل تشيك بوينت بحيث إذا متت ترجع لتشيك بوينت ما ترجع لأول اللعبة فبالتالي في شي اسمه النظام الريسك والريورد هل تخاطر ولا ما تخاطر كيف تستخدم هذه الأدوات؟ فصراحة أنا عم بتعطي جو جديد ومبدع بالجيم بلي كمان في شي اسمه براسايت هاي الأداة بتولد لك صحتك بشكل طرقائي ولكن الجانب المظلم لإلها انك وقت تقتل وحش رح يترك وراه بركة من الأسيد اللي رح تعكر لك مزاجك بالروحة والرجعة كمان في شي اسمه بروجيكشنز اللي هي أخدينا أعتقد من دارك سولز انك بتشوف لاعبين آخرين كيف ماتوا خلال اللعب هي كمان بتعطيك جو من الملتي بلاير مع انه هي لعبة سنجل بلاير فبالتالي على هذا الاساس انت رح تقرر تروح من هاي المنطقة تعمل متل ما عمل ولا تعمل شي تاني كمان بتقدر تغير الكونترولز على كيفك وكمان اللعبة بتدعم القبضة بشكل كامل متل ما ذكرت لكم المثال ال L2 نص دغطة لتتحكم بنمط الاطلاق كمان اللعبة عبتقول انه اللودينج فيها رح يكون شبه آني لانك انت وقت تموت بشان ما انت تطلع من جو اللعبة رح ترجع على اللعبة بسرعة بينما بالنسبة للمحتوى دورت كتير على كم ساعة تحتاج لي تختم هاي اللعبة ولكن للأسف ما لقيت جواب لحد الآن بس في عدة مقالات عبتقلك انه هاي اللعبة أكدت انك رح تقدر تعيدها أكتر من مرة وهذا الشي بسبب مثلا فيها واسع وتقدر حتى تختم اللعبة أكتر من مرة فهذا الشي بيخليني ظن انه المحتوى كبير بعض الشي صراحة كنتم فكرها ببساطة لعبة بايخة ولكنه تقريت عن اللعبة وعملت هذا الفيديو لقيت انه فيها عناصر Gameplay فيها إبداع من الاستيديو وخصوصي كونه اللعبة الأولى كـ Triple A لهون فبالتالي رح يتعبوا عليها وهلأ بدي اجي للمشكلة اللي بحس رح يتأثر كتير على مبيعات اللعبة واللي هي الشخصية الأساسية اللي انت بتلعب فيها الشخصية بتلعب فيها عبارة عن شبه عجوز بتحسك انك عبتشوف فيلم فضائي خيالي ممل من تبعاد هوليوود وأهم نقطة انا حسيتها مزعجة اللي هي أداءها الصوتي كونك البشري الوحيد على هذا الكوكب ما رح تلاقي شخصيات تحكي معها فبالتالي كل النصوص رح تكون حديثها مع نفسها وصراحة حسيت حديثها مع نفسها جدا ممل وما عجبني فمسلا قارن بطلة هاي اللعبة مع Uncharted Last of Us Horizon Zero Dawn حصريات سوني الثانية رح تلاقي في فرق كتير كبير هيك اللعبة بنتها شخصية شابة تكون في ببداية ومقتبل العمر ما عندها الخبرة القوية بالفضاء بتقدر انت بها الطريقة تبني شخصيتها ولكن رح يكون عندها القوة الجسدية لتعمل كل هالحركات اللي بتشوفها بقلب اللعبة وهذا الشي رح يأثر على المبيعات لأنك وقت رح تفوت على الستور رح تلاقي هالوش البشوش وتلاقي هالتصميم السيئ بكتابة ريتيرنال فبالتالي ممكن كتير ناس تحكم على الكتاب من عنوانه وما تفكر تشتري اللعبة وأهم نقطة بهذا الفيديو أنك تكون شاري بلاي ستيشن 5 لأنه هاي اللعبة حصرية على بلاي ستيشن 5 وما فيك تلعب على أي منصة تانية ولا حتى على البي سي صراحة بتمنى أنه يصح لي فرصة ألعب هاي اللعبة بخصوصي أنه عجبتني ميكانيكيات اللعب فيها لكن حقها 70 دولار 70 دولار التسعير الجديد التي ستكسر جيوبنا مع اللي اللعبة رح تشتغل بدقة موزهلة 4K 60 فريم مع ريعت ريسنغ هو شغال واللعبة رح تصدر بـ 30 أبريل 2021 والهون يا شباب بيكون انتهى الفيديو وتمنى يكون عجبكم لا تنسوني من الاشتراك إذا كنتوا اجداد على القناة وصلنا على الـ 40 ألف مشترك مؤخرا الهدف أنه أصل للـ 50 حاليا كان معكم وسيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا